بسم الله الرحمن الرحيم تحية طيبة طلبتنا عزاء محارة اليوم تخص مادة السيكوريتي وبالتحديد اللي هو موضوع الإنكريبشن تكنيكس طبعا بالمحارة السابقة احنا اطلقنا المن لسيزر سيفر وعرفنا شنون تشتغل خوازمية السيزر سيفر بالنسبة للإنكريبشن والدكريبشن واخذنا مثال على تشفير التشفير البيانات اللي هو شفرناها باستخدام خوازمية السيزر سيفر وغرفنا شونت وشونت تظهر البيانات بعد التشفير فاليوم راح نكمل اللي هو موضوع آخر اللي هو الإنكريبشن تكنيكس طبعا بها المحاضرة راح نطرق لما الإنكريبشن تكنيكس اللي الجزء الثاني راح ناخذ بالمونوالفابيتك سبستيوشن سيفر باضافة الى ذلك راح ناخذ بعض الإنكريبات على المونوالفابيتك سبستيوشن سيفر فأول شي اللي هو الإنكريبشن تكنيكس اللي هو The two basic building block for encryption techniques are substitution and transposition يعني عندنا من اللي هو بالبلوك سيفر أو من نريد نبني بلوك سيفر شنو عندي هنا أي تقنية بالإنكريبشن أي تقنية للتشفير شنو نستخدم من السبستيوشن والترانسبوزيشن فشين السبستيوشن التكنيكس ما نقصد به هذنه طبعا الموضوعين جدا مهمات السبستيوشن والترانسبوزيشن أو الترانسبوزيشن فبالتكنيكس اللي هو شنو هنا نقصد به بأنه بهذه التكنيك إنه بمعنى آخر اللي هو تكنيك اللي هي علاقة بالاستبدال البلين تكس يعني اللي هو شنو هنا البلين تكس يستبدل بلتر آخر يعني مو مثل السيزر بالسيزر بأنه نشفت هنا بالسبستيوشن التكنيك اللي بأنه مثلا إذا اجاني مثلا الحرف A أو الحرف B ما نشفت بقدار الكي اللي مثل ما موجود بالسيزر سافر لا هنا يصير يصير استبدال الحرف بالكامل بحيث النص المشفر راح يكون مختلف انا البلين تكس بيت بيت طبعا هنا راح ناصطر بأنه لأن هناك أنواع مختلفة بالسبسيتيوشن سيفر فأكو عندي النوع الأول اللي هو المونوالفاباتيك والنوع الثاني اللي هو البوليالفاباتيك لذين الثاني هم علاقة بما بالسبسيتيوشن أو يعتبر نوعين من أنواع السبسيتيوشن سيفر طبعا ذني الإصطلاحين نحن الطرقين هم مسبقا بالمحاضرة الأولى فهنا نأتي أول واحد اللي هو المونوالفاباتيك اللي هو شو نصد به هنا اللي هو يستخدم ألفابة واحد اللي هو شو شير اللي تشير للكريبتو سيستيم كل ألفابة الكاركتر بحيث كل ألفابة الكاركتر أو كل حرف اللي راح يكون مابد المونوالفابة الكاركتر اللي هو راح يكون ماب المون الى كاركتر يكون غريب من نوعه البوليالفاباتيك اللي هو يستخدم ماني ألفابة هنا يستخدم ماني ألفابة هنا يستخدم ماني ألفابة أكثر من حرف يستخدم ماني ألفابة الكاركتر بحيث كل ألفابة كاركتر بحيث كل ألفابة كاركتر بأنه هنا كل ألفابة كاركتر أو كل حرف راح يكون بحيث بحيث واحدة ألفابة كاركتر افراد طبعا هذي تكون واضح حبيما بالخارز ميات اللي يرى اللي تشترك عليها التي يتم شطرها فعندي الكريبتو سيستيم نحن مطرقي لهم المتحدث في كريبتو سيستيم وادي كريبتولوجي وعندع كريبتولوجي 94. كريبتولوجي���رافا لدينا giftIK ما نحن علم though اسم السم والcaraleb أيضٍコقط ما نقصص به من تسمع بإصطلاح كريبتو سيستم نقصص به يعني العمليات التي لها علاقة بالإنكريبشين و بالدكريبشين والتكنيك المستخدمة بداخل خوارزمية الإنكريبشين أو خوارزمية الإنكريبشين يعتبر بكتج واحد الذي يطلق عليه كريبتو سيستم فنقصص به بإنه كل العمليات المعادلات الممكن تستخدم بداخل خوارزمية الإنكريبشين بالإضافة إلى ذلك الإنكريبشين رعازات اللي فورشين هنا لإنكودي والديكودي ميسيج اللي هي علاقة بتشفير وفق تشفير الميسيج باستخدامه باستخدام الكريبتو سيستم فهذا النقص به الكريبتو سيستم أما التكنيك التكنيك احنا ذكرنا بأنه هنا بالسلايد الأول بأنه عندي نوعين أو عندي عندي two basic building blocks اللي هو off encryption technique اللي هو شنو عنا أما substitution و transposition عرفنا شنو substitution فهذا نحن نجي شنو ناخد transposition technique شنو يختلف هنا هنان is a very different kind of mapping is achieved by performance some sort of permutation هنانا استخدم permutation on the blend text later اللي هو شنو نصب بهنا permutation يعني هنانا كل بت من البتات اللي موجودة بالسائف بال blend text راح يكون permutated with the permutation يعني by using the permutation table يعني هنانا أكو في التابل معين راح يكون بالcryptor system يستخدم على مود نجر عملية permutation طبعا هذا المثال عليها اللي هو خوازمية ال DES اللي هو راح نطبق لها لاحقا فهنانا أول substitution cipher اللي هو simple mol mono alphabetic substitution cipher اللي هو هذا السائفر شون سيزر هنانا فعندي هنانا خوازمية أخرى اللي هو اللي هو ما نقصد به هنانا simple substitution cipher طبعا تعتبر من السائفرات اللي تستخدم substitution البسيطة اللي هو is a cipher that has been in use for many hundreds of years هنانا نوع سائفر اللي تم استخدامه لعدة سنوات اللي هو it basically consists of substituting every blank text بحيث هنانا كل كل blank text character راح يجرى عليها شين هنانا substituting استبدال for a different cipher character for different cipher character it differs from Caesar cipher طبعا شين يختف عن Caesar cipher بأنه is that in that the cipher alphabet is all not simple the alphabet shifted بأنه بسيزار صار اكو عملية كشفتنج من الكاركترات هنانا الكاركترات راح تكون completely jumped يعني راح تقفز بالكامل الى character معين طبعا اللي نحن نطرق له بهذا cipher اللي هو المثال عن طريق المثال اللي هو نجيك بالامتحان ممكن encrypt the following text أو message يطيك المسيج ممكن defend the on the the wall of the castle يعني هاي مسيج احتيادية اللي هو نصب اللغة الإنجليزية فهنا يكون السؤال بأنه كريبت this message using simple mono alphabetic substitution cipher فهنانا ملاحظة الكي for simple substitution cipher usually consist of 26 letters اللي هو الكي نحن مثل ما عرفنا بأنه كل خرار الزمية الانبوت الخاص بها خرار الزمية يكون المسيج بالإضافة إلى ذلك الكي فالكي for the simple substitution cipher عادتين يتكون من 26 حرف اللي هو من نريد انقارناه مع Caesar cipher اللي هو تكون single number اللي هو كمثال هنا هاي هاي المسيج أريد أشفرها فالblind text character اللي هو هذا يعتبر طبعا blind text character والciipher text character اللي هنا ذنين شنو يعتبران اللي هو هذا فالblind text اللي هو ABCD لحد الزمية فالciipher text character اللي هو ويكون key اللي هو مثلا إذا كان الحرف A رح يكون B إذا كان الحرف B رح يكون H إذا كان حرف C وهكذا طبعا هذا هنا يعتبر key وهذا key متغير حاليا بهذا المسال أنا ذاكر بهذا الشكل key ممكن الكي مختلف فالإمكاننا نستخدم اللي هو blind text defend the S wall of the castle هذا blind text اللي يريد أشفرها عن طريق simple alphabetic substitution cypher فهنا D يجب وين اللي هو هذا حرف D ما يقابله بال cypher text G في الـ cypher text أو الناس المشفر D سيكون E ما يقابله بال key اللي هو I سيكون I وهكذا نكمل المسج طبعا هذا هنا عندي مثال آخر اللي يكون على simple alphabetic substitution فهنا يكون blind text طبعا هنا الضees في الم讲 ما يقابله باللغة الأجل الضائف 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 وطبعا هذا الكي يكون معطا بالسؤال بالاضافة المين لبلينت تيكس و بالاضافة المين الى العملية هالي هي الكريبشين لو دكريبشين فالنانو دي سافر تيكس اللي هو الجي اللي هو اول حرفة دي شنو يقابل الجي اليو شنو يقابل اليو اللي هو الاكس فصال جي اكس الال شنو يقابله الوايب فهنا صار الوايب وهكذا الان ظهر لي شنو هنانا ويظهر لي السافر تيكس طبعا بعد ما شفرت اللي هو ملاحظة رموف اول سبيس بيش الكاركتر انه بلينت تيكس يعني هنا من تلقي السبيش الكاركتر او من تلقي السبيس من شفرة راح يشين هنا يكون شفرة واحدة ممفهومة للتعكب هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للسيمبل منوالفابتك سبسيتيوشن سيفر فانكمل بالجزء الثاني من المحاضرة اللي هو راح ناخد خوارزمية الهيل سيفر شكرا لكم طلبنا عزا شكرا لكم شكرا لكم